رأيت رأي طه حسين انه ضد ان المسرحية تمثل باللغة العامية وانه لازم المسرحية تمثل باللغة العربية على اساس ان المسرح لازم يقدم للناس شيء جديد يسمو بهم هو ده مش رأي جديد على اي حالة على الدكتور طه لا بالنسبة لك انت رأيك انت ما عرفش انا رأيي انه انا مقدرش يسمو بالناس كلهم يعني اطفر بيهم مرة واحدة حيبقى غالب ما عملتش حاجة يعني هل تتصور نفسك واسا بتمثل فيلم سينما باللغة العربية باللغة العربية واتقوله الصفراجة مثلا ايه اعطيني فنجالا او ما فنجالا حتى فنجالا من الشايز قدحان يعني مش مسألة مش حبقى مفهوم حبقى حبقى دمي تقيل على بالناس انا طبعا ما بقولش انه اي واحد يتكلم باللغة العربية بأدمه تقيل لا انما يعني احنا حياتنا واقعية حياتنا ما بنتكلمش باللغة العربية ما بنتكلمش باللغة العربية الفصحى يعني حب نتكلم عربي زي ما بنتكلم باللغة العمية زي ما بتكلمني وكلمك تبقى ده كلام مضبط ولكن يوجد نظر بقى تؤيده ان الجمهور العربية كمنار لجميع الدول العربية كل الشوق العربية بتحب تسمع مسرحياتنا وتشوف افلامنا فيمكن اللهجة المصرية بتاعتنا ما بتكونش مفهومة عند بعض الشوق العربية زي ما لهجتهم برضو زي مثلا لهجة تونسية المغربية عصبية بس انا يعني اذا كان هنده هو وجهة نظر الدكتور طاح حسين يبقى لا اه او هي دي المسألة بتؤديه يبقى لا طب انت قلت كل باللغة العربية لانه استطاع الفيلم المصري واستطاعت الاغنية المصرية انها تتفهم في بلاد ما بيعرفوش يتكلموا عربي مش بقى مش يعرفوا عربي ما بيعرفوش يتكلموا عربي واخد بالك يعني الجزائر ما بيعرفوش يتكلموا عربي كل كلامهم بالفرنساء ومع ذلك بيفهموا افلامنا ويضحكوا على نوكاتنا ويفهموها وحدة وحدة واغنينا المغرب تونس كل البلاد العربية وبايي بقى بيتكلموا لما يجوا يتكلموا بالعربي بيتكلموا باللهجة المصرية باللهجة المصرية فيعني اللغة والفن بتاعنا فرض اللغة بتاعتنا على كل البلاد دي فيعني لا والله ده رد معقول جدا بس على فكرة ده الساعة ده بقى احنا ساعتنا مع بعض وهلو ساعتين بقى وباشي بقى حقول ده المفروض ان احنا كنا نتكلم وظنة من دهاية كمان احنا دردشنا قدو نص ساعة ده احنا خدنا النوع التلفزيون وانا مشكر قوي قوي شرفت سلام